نعت القوات المسلحة ببالغ الحزن شهداء الواجب بقوات حفظ السلام المصرية بدولة مالي إثر انفجار عبوة ناسفة أثناء تنفيذ إحدى المهام وصرح المتحدث العسكري بأن الحادث قد أصفر عن استشهاد ضابطي صف وإصابة جندي من قوات حفظ السلام المصرية ويجرى حاليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأمم المتحدة هذا وتقدمت القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء وأعربت عن خالص تمنياتها للمصاب بالشفاء العاجل وأكدت القوات المسلحة على أن دورها في حفظ الأمن والسلم الدوليين ينبع من إيمانها التامة بأهمية السلام والعيش المشترك والقضاء على الإرهاب تحت مضلة الأمم المتحدة